الحياة يعني على مدار ثلاثة أيام يعني شفنا إزاي إن بالإخلاص والعمل والإرادة بتتحقق الأحلام وشفنا إزاي إن مصر دولة ما بتوقفهاش تحديات بل هي اللي استطاعت اللي هي توقف التحديات يمكن ده اللي شفناه في الحكاية حكاية وطن يعني بين الرؤية والإنجاز اللي استمرت على مدار ثلاثة أيام وإدرت الدولة فيها اللي هي تحكي إنجازاتها اللي فاتت في المؤتمر ده وإزاي إدرت اللي هي تنهض وتحقق طفرة كبيرة في كل القطاعات الخدمية والإنتاجية والتنموية وفي الحياة كل ما يمس حياة الناس بشكل مباشر خاصة إن الملفت يمكن أو مش بس كمان الملفت للنظر كمان إن الملفات دي تم استعراضها في اليوم الأخير وهو أمس في المؤتمر كانت بتتحدث عن برنامج الحماية الاجتماعية والدعم اللي قدمته الدولة للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة وكمان توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم السنوي للأيتام ليصل إلى 3.5 مليار جنيه كحزمة جديدة من حزم الحماية الاجتماعية اللي شفنا إزاي إدرت الدولة هي توفر عشان توفر مضلة حماية للمجتمع صحيحي أحمد وهم نتكلم تحديدا عن بارح وكان يوم الأخير من ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن كان من ضمن أيضا المحاور اللي كانت متضمنة خلال محاور أمس هي المنظومة الصحية اللي خادت مساحة كبيرة جدا من النقاش والعرض فيه اليوم الأخير زي ما قلت لحضراتكم من مؤتمر حكاية وطن خصوصا أنه فيه اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بدعم منظومة الصحة ويمكن ده اللي الترجم لعدد من المبادرات الرئاسية اللي وصل عددهم لـ 14 مبادرة من أهمهم بكل تأكيد مبادرة 100 مليون صحة اللي قدرت أنها تنجح مصر في إعلانها خالية من فيروس سي بعدما كانت من الدول الأعلى عالميا في انتشاره بين المواطنين ويمكن دي كانت هي البداية يا أحمد صحيح يمكن كلنا شوفنا إزاي تحديدا فيروس سي كان بيعاني منه نقول ألاف من الأسرة المصرية نحنا كنا نسمع أنه يعني كنا نقولين على قواهم سلبية فيه كان من الحاجات اللي احنا عادي بنسمعها يعني أنه فلان مصاب فيروس سي مفيش حد كان في محيطك كنا نتعمل مع أنه دور برد صحيح ممكن ممكن فيها يعني كفي كل حد في محيطك لازم يكون فيه فرد من الأسرة دي عنده فيروس سي جمانا عاوز أقولك أن كمان كانت مصر محطوطة على يعني زي ما يسمى بقوائم سلبية بفكرة اللي أنت علشان تسفري بره كان لازم تأمل تحليل فيروسات علشان أعرف أن فيه نسبة كبيرة وفيه ناس تمنع لها صفر لنموه دي كمان وشغل وأكل عيش بسبب إيه بسبب أن عندها فيروس سي طبعا الحمد لله النهاردة إذرت الدولة اللي هي تحقق قصة نجاح جديدة في يعني القضاء على هذا الفيروس تحديدا وتعلن أنها خالية من فيروس سي تحديدا يمكن المبادرات الرئاسية دي ما كانتش مقتصرة فقط على علاج فيروس سي والأمراض غير السرية لأنها امتدت يمكن كمان لأطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرات الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم وكمان مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديث الولادة اللي كان هدفها الوصول لجيل صحي جيل صحي خالي من مسببات الإعاقة دي غير كمان المبادرات اللي كان هدفها الحفاظ على صحة المرأة المصرية والاستهدفة المرأة بشكل مباشر واستفاد منها أكتر من 35 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية حيث أن كانت في فلسفة موجودة مش مجرب مبادرة بنعملها علشان خاطر تغطي شريحة معينة لا أنت خطي كل شريحة المجتمع من خلال عدم من المبادرات وطبعا ما نقدرش ننكر فضل برضو مبادرة عظيمة جمانة زي إنهاء قوامل الانتظار طبعا دي حقيقة يمكن الحقيقة كان في شرح مفصل لما تم فيه لو هنتكلم فيه قطاع الصحة تحديدا ويمكن احنا طول الوقت بنبص لكن بنبص على نقاط بعينها لكن لما شفنا الشرح المفصل خلينا نقوله مفصل صحيح لكن برضو كان سريع نعدين على النقاط سريعا جدا شفنا يمكن حجم الانفاق كان قد إيه كان كبير جدا وابتدت بالفعل 100 مليون صحة بالقضاء على فيروس C وقريبا جدا زي ما تابعنا أمس قريبا جدا مصر هتعلن خالية من فيروس C ويمكن ما فيه دي لأول مرة في التاريخ إن دولة تعلن خالية من فيروس C بعد كده المبادرة امتدت لما هو أبعد من ذلك من أول صحة المرأة والطفل من أول ما تكون صحة المرأة الحامل كان مبادرات الصحية اللي احنا تابعناها حتى مبادرات الأطفال المتعلقة بصحة الأطفال بعد ما بيتولدوا لغاية ما بيتخولوا مدرسة ومكملة معاهم حتى يمكن قواعد البيانات اللي بتتضمن كل المعلومات عن كل مواطن تلقى خدمة صحية عشان يكون ليه تاريخ مرضي يقدر اللي بيتابع الحالة الصحية ليه يبقى عنده معلومات كاملة وصورة كاملة عن حالة هذا المريض رائحة المنضمنة كمان الملفات اللي تم ترحاها أمس كان في جلسة الدفاع والأمن القومي تناولت السياسة الخارجية للدولة المصرية تعزيز دورها التاريخي في المنطقة واستعادت مكانتها الإقليمية والدولية كمان دور الشرطة المصرية في استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة ده بجانب تقديم 1194 شهيد وأكتر من 22 ألف مصاب خلال موجهة الإرهاب ويمكن حتى لو رجعنا مع حضراتكم عشان نتابع يعني التفاصيل دي بشكل أكتر هنلاقي يمكن حتى عدد أو رقم أو إحصائيات العمليات الإرهابية اللي تمت بس 2013-2014 رقم كبير جدا ما نقدرش إن إحنا وإحنا بنفكر فيه ما نقدرش إن إحنا نحصيه أحمد لكن طبعا بكل تأكيد لما تبعنا هذا الحصر اللي كان موجود مبارح رقم حقيقي رقم كبير جدا صحيح المؤتمر خلص مبارح لكن حكاية الوطن لسه منتاج حكاية الوطن مستمرة ومكملة كل الإنجازات اللي حصلت في كل قطاعات اللي تبعناها خلال ثلاث يام وهي فعليات مؤتمر حكاية وطن يعني كلها بكل تأكيد إنجازات وقفزات لكن زي ما تبعنا مبارح كل ده هو تمهيد لبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة ده كان البنية التحتية والأساسية اللي كانت يجب أن تكون موجودة أصلا عشان نقدر أن احنا نواكب حتى الدول الكبيرة أو أن تكون دولة طليق باسم مصر ووضع يليق باسم مصر على أي حال طبعا نصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر شكرا لكم